كيف أقول لشخص ما بأن قميصه مقلوب ارتداه مقلوبا أقول كيف تعبر عن سعادتك باللغة الإنجليزية يمكنك أن تقول فقدت تركيزي باللغة الإنجليزية كيف تقول باللغة الإنجليزية الحق حق الحق حق هي لاحظوا هذا السؤال هي ماذا تريد أن تأكل هذا الصباح لكن لاحظوا كيف سوف نغير هذا السؤال وسوف نجعله أكثر لباقة الكلمات تخونني باللغة الإنجليزية أقول The words fail me The words fail me The words fail me The words fail me You disappoint me أنت تخييب أمالي You disappointed me خيبت أمالي إذن You disappointed أنت تخييب You disappointed خيبت إذن Disappoint Sorry I disappointed you كيف أقول باللغة الإنجليزية المقربون أولى أو في المقربين أولى أقول Charity begins at home Charity begins at home Charity begins at home لا أضيقك هي I can't stand you باللغة الإنجليزية I can't stand you I can't stand you I can't stand you I can't stand you لا أضيقك I can't stand you إذن أقول باللغة الإنجليزية هل تفهمني هل تفهمني Do you understand me كذلك يمكنني أن أقول Do you feel me Do you feel me Do you feel me الأمر يستحق التجربة باللغة الإنجليزية It's worth a try 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 الأمر يستحق التجربة It's worth a try It's not a big deal It's not a big deal ليس بالأمر المهم It's not a big deal It's not a big deal ليس بالأمر المهم It's not a big deal What are you apt to What are you apt to تعرفون ما معنى هذا التعبير أو هذا السؤال What are you apt to هذا السؤال يعني What are you doing right now ماذا تفعل What are you apt to ماذا تفعل What are you apt to إذا أردت أن تعترف بخطأك وتريد أن تقول هذا خطأي أنا أعترف يمكنك أن تقول باللغة الإنجليزية I stand corrected كيف نقول لشخص ما تفضل خذ راحتك خاصة للضيوف نقول خذ راحتك في البيت تصرف كأنك في بيتك كيف أقول باللغة الإنجليزية ليس من اهتمامي أو إنه ليس من اهتمامي أقول It's not my thing It's not my thing It's not my thing It's not my thing كيف تقول باللغة الإنجليزية عد إلى هنا عد إلى هنا هي Come back here or Get back here Get back here Come back here من المسؤول هنا من المسؤول هنا باللغة الإنجليزية Who is in charge here 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 أنا لست في مزاج جيد I am not in the mood 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 من حين لآخر باللغة الإنجليزية هي Every now and then Every now and then تعني من حين لآخر Every now and then Every now and then Every now and then سوف أعوضك كيف أقولها باللغة الإنجليزية I will make it up to you 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 كيف أقول باللغة الإنجليزية ضد إرادتي أو ضد رغبتي أقول Against my will Against my will مثلا I did it against my will فعلتها ضد إرادتي أو ضد رغبتي بمعنى لم أفعل ذلك الشيء وأنا مقتنع أو بإرادتي فعلت ذلك رغما عني Against my will رغما عني أو ضد إرادتي Against my will Against my will لا تعبث معي لا تعبث معي Don't mess with me 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 كيف أقول باللغة الإنجليزية الأمر يزداد سوءا أقول It's getting worse It's getting worse It's getting worse It's getting worse إذا أردت أن تقول لشخص ما هل علي ذلك هل علي فعل ذلك تقول Do I have to Do I have to Do I have to كيف أقول باللغة الإنجليزية لا تزعج نفسك لا تزعج نفسك أقول Don't travel yourself Don't travel yourself Don't travel yourself كيف تقول لصديقك أو لضيفك تفضل بالأكل تقول Help yourself please Help yourself please Help yourself أوكي Help yourself كيف أقول باللغة الإنجليزية إنها التفاتة جميلة التفاتة جميلة It is a nice gesture It is a nice gesture What a nice gesture يا لها من التفاتة جميلة What a nice gesture It is a nice gesture كيف تقول باللغة الإنجليزية كيف أبدو كيف أبدو هي How do I look 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 كيف أقول باللغة الإنجليزية أتحمل كاملة المسؤولية أقول I take full responsibility I take full responsibility I take full responsibility I take full responsibility اشتركوا في القناة